انت قلت لي ان انت كنت عايز تكلمي عن امور دفاعية كانت تخص نادي الزمالك النهاردة وبعض الاخضاء كلمة معك يا سمر تمام احنا معنا حالات بالترتيب كده وبس يعني كنت بقول لك قبل الفوصل ان احنا الزمالك لحد الدقيقة 19 هو مستحوز المساحات بقى انت سايبها كده لفريق الشرطة الكيني فده كان بيديهم فرصة يختارقه بقى دفعتك انت انت سايب لهم مساحة بقى من الجون للجون بص كده كان واحد زمالك 1 2 3 4 5 6 7 على 4 وما فيش تغطية ما فيش تغطية انت اللي جاي يغطي هنا عبدالله السعيد دي الكرة اللي انت جبتها في الاول اللي جاي يغطي عبدالله السعيد زيروا تغطية طبعا من ضمن الحاجات اللي انا كنت شايفها في الاخطائق في الشرط الاول الاخطاء الدفاعية دي توقعت ان جون مزة هيغيرها في الشرط التاني بالتبديلene بالعكس انا شايفها زادت في الشرط التاني لما نوصل لها اللي بعده نبص الكورة نبص عدد لعيبة الزمالك كام وما فيش تمركوس برضو الكورة بتتشاط بمنتهى السهولة على محمد صبحي ومش هيعرف يعمل لها حاجة متسبب لوحده المدافع اللي كان اسمه عبودة عمر تقريبا هو أخطر واحد النهاردة عبودة عمر واللعاب التاني اللي هو اسمه بركة تقريبا فده كان أخطر لعيب النهاردة للزمالك أنا عايز أقول بس إن في المجمل الفريق ده فيه متناول جدا الفريق ده مقارنة بالزمالك هو ضعيف جدا بس الزمالك اللي ده له فرصة النهاردة أنه يبان قوي بسبب الأخطاء دي كل اللي عبت الزمالك عبدالله السعيد بيطلع يغطي قدام عشان هو فين دونجا فين محمد شحيطة لبعده دي الكورة اللي ترفعت من الشمال ودي كملت برضو بنفس الطريقة الكورة مقطوعة من الجل الجندي كهتهجمها مرتدة أصلا في الأول دي اللقطة بتاعت عبدالله السعيد الهاجمة اللي في الشوت الأول اللي حاول يسدد من بره راحت على المدافع زي ما كنت بقولك كده هو الوحيد اللي قرأ الفريق الثاني فبقي شوت من بره يعني فدي اللي راحت للحارس دي الهاجمة الوحيدة اللي في الشوت الأول اللي بعده نفس الكلام بيقطع الكورة برضو من الجون للجون تمركز غلط من كل لعيبة الزمالك الكرة الوحيدة يمكن اللي شوفت فيها لعيبة الزمالك متمركزة صح لاكت في الشوت التاني لالي كانت في الدياة 50 دي اللي هو تحركه صح وعمر جابر نقل الكرة وعمر جابر نقل الكرة الفنش بس هو اللي كان مش صح من زيزو طيب انا عايز بسرعة نشوف الكرة بتاعت الجرب بتاعة عبدالله السعيد عشان انت كنت عايز توليها عنه حاجة او دي كرة في الشوت التاني اللعيب التاني اللي هو رشيد طه وهي فعلا رحيت له هو اللي حاولي يسدد فيه كرة بقى الكرة بتاعة حسين عبد المجيد الكرة دي كارثة لو انت مكان وإيه القرار اللي هتاخده صبحي ولا انت تنقل الملعب النحية التانية طيب هو ما بصش على صبحي ونقل نحية التانية نفس غلطة الشوت الاول الكرة دي تكرارت مرتين الموضش ده يعني رغم انه صبحي هو اللي شايف الملعب صح مساحة قرب لك انك تشوت له صبحي هيصلح غلطتك هو بقى الكرة عديها النحية التانية بعرض الملعب هي كتسببت في هجمة كتمكن هجمة بقول ممتاز ترجمة نانسي قنقر